السلام عليكم يا شف معكم شف والد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وساحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذا الوصفة لكم كامل سنتظروا فيها وهي الشربات كيف ندير الشربات كيف تخرجنا الشربات الدوقتها لو انتهى كل هذا اليوم سنمده لكم في هذا الفيديو مع لكم غير تتبعوا معي طريقة التحضير ومقادير الوصفة أول حاجة نقوله بسم الله ناخدوا وكسرونها نضعوا فيها زوري ثلاثة تعلمات تبعوني ببرك مليح كيف نديره تنجحوا فيها وتدعوا لي بالخير قمت بتحضير الماء وانا اضطرت التحضير الثانية تعلمات سوف يقدر كل شيء اثنين لتر تعلمات كل لتر تعلمات يقابلوا كاس سكر تبعوني مليح كل لتر تعلمات يقابلوا كاس من السكر تحبوا تضيفونتوما أكثر حتى زوج كيسا نونس تقدروا بس حتى ندر تزوج كيسا نونس من تقدروا تروح حتى زوج كيسا نونس هكذا ندير هذا السر رتاعي يطيب لي فوق النار على سمينها شربات سوف نديرها بالشربات يجب أن الشربات الأصل لها تطيبها كداية تبعوني برقلت لكم خطوة بخطوة سوف تنجحوا بها دعوا فوق النار حكمت زوج حبة الليمون نحن لديهم زوجة تحوم مبشور الليمون وقدرتهم في كسرونة وقدرتهم لزوج كيسا نتعلم هذا ثاني سوف نديره فوق الفرد نحن لغير هذه كلابول فوقانية ليس بالبيضتها نحن لغير القشرة الفوقانية كامل الصفرة هذا ما كان نديرها فوق النار نخليها تغليها تانيك ونعود نرجع لكم هنايا الشربة التاعي كي نحطها فوق النار أحسبو لها عشر دقائق تبعوني مليح كي تبدأ تغلي أحسبو لها عشر دقائق ونحوها من فوق النار دوك خليتها فوق النار كي بدت تغلي حسبت لها عشر دقائق ونحيطها من بعد كدرت هذه كسرونة تعنيات تبعوني مليح غير ما بدأت تغلي حسب لها عشر دقائق فقط هذا ما كان ونحيطها فوق النار دوك طريقة بسيطة حتى الهنايا لا تحتاجها مهمة نحكم كشغي سيبيون ونوضع فيه هذا كزيس دو سيطر نصفه كامل صدقوني بالليك لو كانت تغليه هذا يعطي لكم لون يعطي لكم ذوق ويعطي لكم تاني كبنة بزاف مليحة لها دي الشربة يعني صفيته كامل والشربة لما تصفواها ديروها ديرك توم فوقها بسح لازم تكون سخونة هكذا حكمت أوراق تعلنعناع انتم ما ما حبيتوا تقدروا حتى نصر ربطة نعناع دبروا رأسكم الدوق يرجعلكم لكم خضيت أوراق تعلنعناع يكونوا مخصولين جيدا نوضحهم دخل هذه الشربة ونخليهم انحنا نقولون انفوزي وش ما يعني انفوزي يتلقوا لي كامل دخل هذه الشربة قبل هذا الشي عصرت كأس ليمون يكون عاصير ليمون نورمال حكمت القارس عصرته دي 8 كأس هكذا عصرت كأس عاصير ليمون ديرك توم ناتيورال خضطتوا معهم مشتوى اللون كيف تغير تمتم يتغير اللون نديرو هنا نخلي هذا الخليط يبرد لي جيدا كيف يبرد لي في المطبخ نعود نديرو في التلاجة يبردوها في الكونجيلاتير ديرك توم ديروها في الكونجيلاتير تقريبا ساعة في المجمد من بعدك بش نشوفو كيفاش نكملو اللوصفات تعنا نغطيه جيدا نخليه يبرد في دارة شحارة الغرفة ونديرو في المجمد كيف يبرد اللي مليح نعود نرجع لكم من ديها أخرى أحكمو جو حبتها ليمون قشروهم مليح نحولهم العظمة اللي تجيل داخل العلفة اللي تجيل داخل نحوها لهم هكذا جو حبتها ليمون نحولهم العلفة اللي تكون على الداخل وزنحولهم لابوها ديك على برة وقطعتهم مكعابات وشحبت ليمون يكونوا متوسطين اليوم نعود لكم هذه العطور اللي ينشرهم عند اللي يبيع لوازم الحلويات تلقوهم متوفرين أي واحد يبيع لوازم الحلويات تلقو عنده هدوم العطور بسحشفه على لامارك خطش بزاف مليحة هذه عطر زهارة البرتوقال اللي هو المزهر تديرو منه غير مغرفة قهوة برك فري 3 ألماء تبعوني مليح مغرفة قهوة برك فري 3 ألماء لا تكتروا لو كانت تكتروا يأتيكم مرة صدقوني بالليجي فور لافاني كيف كيف وهذا مستحل بالشربات اللي راح نستعمل اليوم تلقاوه عند اللي بعلوازم الحلويات أنا هدو طروابوت يشريتهم عند اللي بعلوازم الحلويات نخليهم في الدارش دولي عام حتى العامين نورمال ما يخلصوا موالو وقت ما تتحقوا منهم تجبدوا تصدقوني بالليك بدون ملوينة بدون ولو هذه باتاغنفاني عطر المظهر بدون ملوينة ومستحلب الشربات تصدقوني بالليك القاومة بتحهم هاي وكما مليح أصلا نبرهم ملكون هدو هدو تلقاوهم متوفرين لبعلوازم الحلويات أشروم لعندو وش ناخد هذه الشربات بعد ما بردتلي جيدا تبعوني مليحة كي بردتلي نحكم ملعاقة قهوة مش ملعاقة أكل ملعاقة قهوة درنا جري ثلاث ما واشتونيش حالة في زوجة ثلاث ما شوفوا شح حندير ملعاقة قهوة تاع مستحلب الشربات هذا مستحلب الشربات لازم تديره في الشربات تاعكم هكذا يخدموا الشربات الأصلية تاع الصح هدي هي ذو كنا حكموا هذا مستحلب الشربات تدرت مغرفة تاع قهوة نزيد نحكم ملعاقة قهوة سوف يكونوا لا تدرون منه غير ملعاقة قهوة لا تكترون قلت لكم لو كانت تكترون سوف يأتيكم قاسح ويأتي مر لو كنت منه ملعاقة قهوة ونحزن نضع ملعاقة قهوة ثلاث ما تكون ممارا ملعا 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 ستقوني بل لو كانت تكون شيئا فيها البيض أو أي شيئا تديروا في هذه هذه العفزة التي تديروا بها الموسكوتي واللالكي كلها لا يرحل لكم كامل بيض يعني في اسمه فلان باتيسيار تديروا بها فلان باتيسيار لا يرحل بيض هذه الحاجة التي تعجبني نحكم البلندر بعد أن تدرت هذه العطور التي لا تكون عطور قلنا ملعا تدرتها كامل نحكم هذه الحبة قارس التي تحدث لهم القشرة والعظمات تدرتها داخل البلندر وهكذا وبعد ذلك نضع من الشربة هذه ونضع فوق هذه القارس التي تدرتها داخل البلندر ما هي الطريقة البسيطة نضع كما رأي نضع وإذا تدرك هذه الشربة تقول لي شايف وإن وإن كنتم خبّيها وإن كنتم خبّوها في عين كم ملاحة الوصفة ستعتمدل عليها إن شاء الله في شهر رمضان وإن تحدي وإن تحدي 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 كما تحدي أحبكم بلندر نضع داخل البلندر لا نصحكم بلندر تحدي البلندر خصوصي لإن وإن نضع وصفات نضع البلندر نضع هذا البلندر هذا يكون بلندر يكون بلندر يكون بزاف قطعين لا أريدكم هنا كمّل ترحيته وخليته شوفوا كيف أرجع لي اللون هذا القارص بلا ما تصفوه بلا ما تصفوه أي حاجة تفعلها في هذا البلندر يميكسيها شوفوا مكاني قارص وراه القارص هذا لتعرف القاوم والدرجة التي يرحي فيها الكثير هنا أرجع كل شيء هنا داخل هذه الشربات نضع مليح ونضع مليح ونضع مليح مليح ثم نضع مليح ونضع مليح ثم نضع نضع بسيطة في كومنتر في ليجو التي أضعها قلت شفوالي نضع مليح يجب أن تنضع مليح لو كانت بلندر الملح ونضع 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 ومن لا تنضع مليح ونضع لا كده ليس لدي أحد شيء لنقوم بلندر مليح ونضع بلندر مليح هذا ما كان ترى كيف يخرج الشربات ترى اللون ترى القوام و اخرى لو كانت تبرد كثير من هذا انا لا ارى برده لكن لو كانت تبرد كثير من هذا ستأتي اكثر من رائح هذه الشربات تربو كما جربتنا تربوها و ان شاء الله ستعتمدوا عليها في رمضان اكيد ستعتمدوا عليها توجدتني كونتي و قريبا 3 شربات بالسكر و هذو سوال حليزتهم كامل مع ذاك القارص جاءوني 3 شربات هنا مدرتها كامل مكفوني القارورات ثلاث 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 اخرى تبرد في التلعجة ان شاء الله تكونوا استفدتوا كامل معي تحت سيوا الوصفة هذية تبعتوا لي تطبيقات تحكم في الانستغرام تبعتوا لي تطبيقات تحكم نشاركها معكم باش يشوفوها الناس كامل نقول لكم جربوا الوصفة و اذا عجبتكم الوصفة خلووا ليجام و ديروا بارتاج لا فيديو اتهدوا بالزفر وحدكم و ما سلامه